هندسة الصوت المونتور اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هندسة الصوت والتسجيل النهارة هناخد بس حاجة بسيطة جدا عن المونتور اللي انت شايفه على يمين الشاشة ده ايه هو المونتور ده بيسموه اولا اه نير فيلد مونتور نير فيلد مونتور مونتور قريب من حاجة من الفيلد او من المصدر او من المصدر السامع ده معناه ان المونتور دوت ما ينفعش اسمعه من بعيد اسمعه من وانا قاعد قدامه عشان كده تلاقي المونتور بتاع الستوديو محطوط جنب المهندس الصوت على طول وغالبا ما بيبقاش زي ما انا عامله كده عشان بس المسافة عندي دقيقة اه بيبقوا اللي اتنين متوجهين ناحية مهندس الصوت مهندس الصوت قاعد في النص والمونتورين قاعدين بصيرن له اللي اتنين ليه بقى دوت المونتور دوت اه بيبقى هو المصدر بتاع الصوت اللي مهندس الصوت يقدر يحكم على جودة الصوت ونقاءه ولا لا ولما بيعمل بين التراكات المختلفة اللي بيسجلها او بيتسمع على المونتور دوت. اه طبعا موضوع الماسترين وموضوع ان كانت الليفلات اللي بتسجل بيها والكلام ده لا دي قصة تانية خالص انا بسجل بيه وان انا اطلع الصوت على المونتور المونتور ده مختلف عن السماعات بتاعة البيت. ايه الاختلاف بين المونتور دوت وبين سماعات البيت. المونتور دوت ممكن يستحمل اختلاف كبير جدا بين درجات الصوت. اسوات عالية واسوات واطية. يستحمل اسوات العالية ويستحمل اصوات الواطية ويطلع لك الفرق بينهم عشان الراجل مهندس الصوت يعرف التفاصيل اللي وراء الالة دي عالية الالة دي واطية دي عليها قد ايه نزلها قد ايه بالزبط مهما كان المسافة ما بينهم كبيرة اه الكاسيت بتاعنا في البيت او الهاي فاي او السماعات حتى العادية او سماعات العربية الديناميك رينج بتاعها قليل ما بتسمعش اعلى وما بتسمعش قوطة وغالبا الاصوات اللي بتوصل لها في الديناميك رينجي العالي دي بتاعها خالص معاها وتطلع دستورشك فانت ممكن تسمع على المونيتور بتاعك بتاع الاستوديو تسجيل جميل جدا فيش اي مشكلة فيه توصل تحطه على تسجيل البيت وبتاع تلاقيه ضارب فوق خالص عالي خالص او تلاقيه فاضي متحت واقع ما فيهوش العلو المطلوب عشان يبقى في الليفل انك انت بتسمعه كويس في العربية ودي غلطة كبيرة جدا بيقع فيها كتير من الناس اللي بتسجل في البيوت ان بيعمل التراكات كلها في ليفل معين وشارفيه والتصور ان هو وصل للقمة كده ويعمل لها ماسترينج صغير انا نفسي وقعت في الغلطة دي يعمل لها ماسترينج على الجهاز بتاعه وبانها بتبقى عالية وجاية حلوة قوي لغاية مستوى الزيرو بتاع العربية ياخدها يسمعها في العربية تبقى حاجة بشعة لان طبعا التسجيل بتاع البيت او تسجيل العربية بتاع عمل الانالوج عمل الاشارة الانالوج اللي بالزبط اللي اسمعها بعد ما تقلبت بعد ما الكنفيرتر قلبها فطبعا عالية فوق الزيرو بكتير فابتدى يسمع الكاسب بتاع البيت مع اني صوت الستوديو جميل جدا وماش عارف الموضوع ده ايه فانت طبعا لازم تبقى عارف الليفلات اللي انت بتسجل بها وما تيجي تماستر على كاما عشان انا ما تيجي تسمعها تسمعها على اكتر من حاجة وبعدين مهندس او مهندس الصوت الناجح بيشغل نفس المنتج اللي سمعه دوت على اكتر من سماعة على اكتر من سماعة لاجهزة مختلفة بيسمعها عليه تفون بتاع الايفون والايبود والتلفونات وبيسمعها على سماعات العادية بتاعت البيت وسمعات هاي فاي شيك وكلاس وجميلة جدا وبيسمعها كمان على اه سماعات كاجول ماشية عادية بالليها بسماعة واحدة مفياش استيريو ولا حاجة وبيسمعها كمان على سماعات عربية عشان يقدروا يعملوا ميكس يتوافق مع الجميع ويطلع الصوت حلم زي ما الناس طلبت وهي بتسجل يبقى الصوت حلوة في الاخر. فآآ دي حاجة مهمة جدا. النير فيلد مونيتور مهمة جدا لأي مهندس صوت. طب انا معايش فلوس ادفع مئة ومئتين دولار عشان اشتري آآ نير فيلد كويسة. طبعا نير فيلد دهوقتي بقت ممكن توصل تمانين تسعين دولار مسلا كنتشتري جوز حلوين يعني لازم جوز طبعا مفقاش اشتري فردة واحدة. آآ البديل ليها بيبقى سماعة هيتفون سماعة هيتفون بتنطقيها من من مركة معقولة يعني وبتودي لك نفس النتيجة يعني يعني قريبة قوي من نفس النتيجة ديت السماعة هيتفون بتخليك تسمع التفاصيل بتاعة التسجيل زي ما انت عاوز. ارشح مركات طبعا آآ سماعاتهم مشهورة جدا انها تفاصيل بتاعتها كويسة. وطبعا لازم تختار السماعة مقفولة من برا عشان ممكن تستعمل السماعة في انك انت تسمع بيها. وانت بتعمل للصوت. وممكن تسمعها برضو تسمع صوتك وانت بتسجل عشان ما تسربش صوت الغنى بتاعك اما تسمع انت في السماعة ما تسربش برا فبيسمعها الظاهر بتاعها مقفول. السماعة الظاهر بتاعها مقفول بتاعزلك غالبا طبعا المطرب عايزة انا عايزة اكتر عن عن الخارج ما يسمعش اي ضوضاء ولا اي حاجة. فبتسمع طبعا ان صوتك انت طالع نقي في السماعة بتاعتك. وده السماعة اللي بتبقى الظاهرها مقفول. آآ دي سماعة رخيصة يعني دي ما كانت شغالي وخالص بتاع عشرين دولار مسلا انا اخمستاشر دولار حاجة كده. آآ مركاتها رولند. بس طبعا في مركات افضل بكتير. انا رشح اللي هي الاي كي جي مش رخيصة قوي ولكن هي دي هتقعد معاك آآ لو انت بتماستر بالهيد فون لو انت بتماستر بالهيد فون محتاج سماعة تكون كويسة قوي. واتمنى ان انا كنت وضحت لكم فايدة وفايدة السماعة. واشوفكم الحلقة الجاية.